اشتركوا في القناة 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 حكا باش يخليلي الريحة دي كميليها ونخليها الزيت تنشف على راحتها اهنا يا بعد ما طابت الملوخية تاعي وخرجت لهذاك الزيت كي ما ركن تشوفوا فيها اهنا يا طابت احنا اكتفي بهذا القدر شوفوا كي ما تشوفوا فيها هاي يام زيتاء وطيباء الله الله واحد الريحة المهم هذه هي الملوخيتين حطها لكم في سحنة تقديم اه ان شاء الله تكون عجبتكم وهنا يا عندي ملاحظة للناس اللي تحبها اه كي الناس يحبوها عاقدة بزف بزف ما عليك غير تخليها الزيت تغلي حتى تنشف مليح مليح واللي يحبوها جارية شوية اه يطفيوا عليها قبل المهم انها هي الملوخية تاعية نحبها كي من هيك نحبوها هيكا بعد بهذا القوام لا هي جارية بزف ولا هي عاصدة بزف نشي كي ملع صيداء ما نحبهاش اللي مهم ها هي الملوخية تاعي في سحنة تقديم حطيت معها الكسرة الرخصيس بيانسوخ اه كي الناس تكلها بالمطلوع المهم كل واحد مقدور وكل واحد الجهد وانا درت معها غير كسرة الرخصيس بارك المهم الملوخية تاعي جات ببنينة بنينة بنينة تسخف تسخف شهيدكم في الجنة اللي شاف الفيديو وسخف ولا تشاهها يسمح لي والسلام عليكم